كل يوم بيظهر موقع جديد يعمل بالزكاة الاصطناعة وده دائما اللي انا كنت بتكلم فيه وبقول ان الزكاة الاصطناعة هيتطور يوم بعد يوم وهيظهر مواقع اكتر احترافية وكل موقع جديد هيبدأ ان هو يعدل على اخطاء القديمة او اخطاء المواقع القديمة معالي لكم النهاردة موقع اسمه موشن دوت اي اي موقع بيكون بتحويل النصوص الى سيناريوهات ويحول سيناريوهات دي لكصص وكم اني يقدر يعمل او حركة للصور دي وفي النهاية بيعمل لك فيديو تقدر تعمل خلاله قصة كاملة بانماط مختلفة لو انت مهتم فيلا بنا نبدأ دلوقتي نشرح موقع موشن دوت كوم علشان تدخل على الصفحة الرئيسية لموقع موشن هتلاقي رابط موجود في وصف الفيديو هتضغط عليه يفتح معك الصفحة الرئيسية لموقع موشن بالشكل ده علشان نبدأ نستخدم الموقع مهم جدا ان احنا نعمل تسجيل دخول لو انت عندك حساب فانت هتعمل تسجيل دخوله على طول سواء بجوجل او او بايميل اخر او لو انت لسه هتعمل حساب نقول جديد فهتضغط على واللي من خلالها هجيب لك هنا يقول لك ادخل ايميل بتاعك او باسورد الاول واكد الباسورد وتلقائنا هيعمل لك ساين اف انا كنت اعمل حساب بجوجل فهكتب جوجل وبالمناسبة انت ممكن تعمل اي ايميل حتى لو كان ايميل مؤقت هتضغط على ساين اف وز جوجل هيحولني تلقائيا على الصفحة الرئيسية بعد مساجل حساب فهيجيب لي كده الصفحة الرئيسية للموقع بالشكل ده طبعا الموقع هنا بيديك ميتين كوينز تقدر تستخدمهم بشكل مجاني ولو انت عملت لأي عندك او لأي صديق ممكن ان هو يديك ميت كوينز كمان هنا طبعا بيظهر عندك فوق اللي هنا القائمة الخاصة بالجنوريت هنا يعني تقدر تكتب وهو يبدأ يكون لك القصة بتاعتك او الحوار بتاعك وبعد ايه او هنا بيقول لك ان ان انت تكتب بتاعك او السيناريو بتاعك وهو تلقائنا هيحوله لك لفيديو طيب هنا عندك مثلا برضو في قائمة لو ضغطت عليها بيجيب لك اللي انت عملها وبالنسبة هو بيعمل حلو قوي وهنشوف مع بعض لكل حاجة دلوقتي ده خاص بحاجات اتعملت من بعض الناس تقدر تتفرج عليها واضح جدا الموقع احترافي وبيعمل تصميمات وحاجات جميلة جدا وهنجرب مع بعض دلوقتي تجربة برضو ونشوف التفاصيل بتاعت الموقع ايه برضو في حاجة اسمها هنا جايب لك حاجة برضو كمان اسمها اللي انت تقدر تعمل ازال خلفية وممكن كمان تعمل حاجة اسمها يعني ممكن تحول مسلا فيديو عندك من شكل لشكل تاني هنرجع تاني تلوقتي ونجرب كده اول حاجة نروح على اول حاجة بيقول لك هنا ان انت ممكن تكتب له وهو يحوله لك ليه كسا هنضغط عليه بالشكل ده اه هنا ممكن تكتب هنا يعني انت هتحط الفكرة بتاعتك وبيقول لك بعد كده اختار الابعاد بتاعتك عايزها عندك هنا الابعاد بتاعتك فيه ابعاد يعني عريضة اللي هي الفيديوهات وفيه اللي هي زي تيك توك وفيه واحد لواحد اللي هي زي الانستجرام فطبعا مسلا هنازل نجرب لليوتيوب فهنختار ستاشرة لتسعة اللي هو آآ وطبعا اللغة المتاحة هنا انجليزي وفي صيني وممكن يعني نشوف طريقة نعدل بها على اللغة لو حاب ان نعمل لغة تانية وجايب لك هنا التون بقى اللي انت عايزه عايزه عادي عايزه على حسب انت عايز ايه هتختار ده طيب تعال هنا بقى نشوف بتاعنا هنحط هنا بتاعنا ويشوف هيعملنا ايه هستعين هدخل على طبعا ده شات بوت معروف وهكتب هنا في هقول لي قريد كتابة قصة بالانجليزية لمغامرة لطفل صغير في حضرت الحيوان طبعا انت هيجي حد يقول لي طب انت هتكتب القصة ليه ما تكتب له الفكرة وخلاص لا انا هكتب كده كده انا عندي يعني مساحة انا هكتب كلام كدير فعادي ان انا هقول له مسا نكتب له الكصة وبحيس ان انا اضيف تفاصيل اكتر للموقع اللي هو الموقع موشن ويطلع لي التصميم اللي انا عايزه بشكل احسن هتلاحز هنا كتب لكل التفاصيل ادي اد ززو فحاجة هنا اخد كل التفاصيل كاتب طبعا كلام كتير ولو انت لاحزت لو انا اخدت الكلام ده كوبي ورجعت تاني لموقع موشن هو بقول لي انت ممكن تحط حوالي عشرين الف حرف فلو جد ضغط كده هتلاحز ان هو هيستهلك بس حوالي تلات تلالف يعني انت كان ممكن تحط اكتر من كده كمان اوكي حاجة بعد كده اختار اللي انا عايزه مسلا انا هختار اللي هو مسلا على اساس ان هي قصة اطفال كممكن اختار اي حاجة تانية من الحاجات ديات ولكن احنا هنجرب مع بعض لان انا عارف ان في ناس كتير بيتهتم بها كمان هيقول له طبعا لان دي حاجة تكون متخصصة للاطفال هتلاحز هنا ان هو هيستهلك عشرين كوينز بس تعالي كده بقى نضغط على ونشوف هيعمل ايه المفروض دلوقتي ان هو هيبدأ يحول بتاعتنا وممكن يزود فيها ويحط فيها تفاصيل اكتر من نص لصور وهيعمل لك كل فقرة لوحدها وهيزبط لك كل حاجة بالشكل ده في اقل من دية فعلا هنا هتلاحز ان هو عمل التصويمات تعال بقى نشوف التفاصيل ايه اول حاجة هنا عندي المشاهد عندي اتناشر مشهد ولو انا روحت كده على اول مشهد ضغط عليه جايب لك هنا الصورة وجاب لك هنا صورة تانية هتلاحز هنا جايب صورة تانية ولو قادنا نقل في الصور هتلاحز ان هو عامل تنوع ممكن في الصور هتلاحز فيها اختلافات ولكن يعني التفاصيل اللي زيزة مش وحشة هنا برضو هنا في حاجات تانية هو بقى ان كان بيحافظ بيحاول يحافظ على سباة الشخصية لكن قدر ان هو تكون محاول ليه تصميم الكسة كلها آآ وقدر يعمل اكتر من مشهد طيب تعالي نقف على اول مشهد مسلا كده ونشوف اللي ممكن يتعمل فيه يا اما ممكن تعمله او ممكن تعمله ان انت تعمل له حركة ممكن نستخدم بعض التفاصيل اللي احنا كنا شرحناها ولسه هنشرحها دلوقتي وفي عندك حاجة سمادة ان انت ممكن تحمل اصلا الصورة على طول طيب لو انا مسلا في حاجة مش عاجبانة مسلا معجبنيش ده يعني انا بصراحة مش فاهم يعني هو الواد ليه طالع بارد فانا هروح هنا اضغط على علشان اللي هو عشان يعمل لي تصميم تاني يعني بس يعالج لمشكلة الولد انا عازل الوقت يبقى ولد طبيعي ما يبقاش ارد وده طبعا عيب موقع فهضغط على تاني هيقال لي هيستهلك هنا اتنين مش مش مشكلة وهنا طبعا نعمل قروض بس مش مشكلة لها مرضيين احنا بالقروض بس لكن ما يبقاش فيه عاك زي العاك اللي احنا شفناها في الاول برضو هنا فيه صورة زي ديت برضو حاسس ان هنا فيه زرافة صغيرة عاملة نفسها ولد هنعملها برضو فهنضغط تاني كده وبعد نستهلك برضو اتنين عشان نشوف النتائج ودي برضو حقا كويسة ان انت الموقع ممكن يعدلك على تصميمات بتاعتك بصراحة برضو هنا يعني شيء يبسطني ان هو يقدر يعمل تعديل بشكل احسن اذا فانت عندك فرصة ان انت حتى لو طلع عندك تصميم مش عقبك عندك الفرصة ان انت تعدل عليه هنبص على بقية التصميمات كده هنا طبعا ده مع والده والدته وهنا طبعا برضو هنا برضو جايب لي هنا زرافة عامل لنفسها ولد هنعمل برضو عشان يعديلي على الصورة وطبعا الموضوع باخدش وقت يعني بتاخد اقل من النص دي ده ظهرها بشكل يعني احسن شوية ان هنا الزرافات توقفها والولد ممكن مع اخوه او مع اي طفل تاني هنرجع بقى الاول صورة ونشوف كده بقى احنا عايزين نعمل انيميت لما نضغط على انيميت هيجي هنا يقولك ان هو هيستهلك اه سفر وبقولك في ضغط فهو احنا متاح لنا بس ان احنا نعمل عشرين تصميم في اليوم فهنضغط على هيبدأ ان هو يعمل للصورة طبعا انا مفروض اضغط على كل الصور واعمل لها بس طبعا هيعمل صورة صورة المهم انا عايز اشوف النتيجة هتكون عاملة زي لما يعمل للصورة هنا طبعا عمل النتيجة تعاني نشوفها سوا عمل زوم كده على الصورة بشكل لزيز هو العب بس هنا ان هو لما بيجي يعمل بيعمل لكل صورة لوحدها يعني انا جيت مسلا نضغط على ده عشان اعملها ما مردرش يعملها غير لما الاولى تخلص فهنبدأ برضو ان احنا نضغط على كل صورة لحد ما يتعمل لها بشكل سهل عشان نشوف الاخر هل هيقدر جمعنا ده كل في فيديو ولا لأ وده كان الصورة التانية تعمل لها بالشكل ده بيعمل حركة بسيطة جدا للصورة يعني عشان بس المشاهد يلاقي يدينا شكلها تمام نفس الطريقة هتتمشى على كل التصميمات ديات وتعمل لها عشان بعد كده ننتقل المرحلة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنروح على بعد ما بتعمل طبعا لكل الفيديوهات بتاعتك او كل الصور هنضغط على هيحولك هنا بقى على الخطوة اللي بعد كده اللي هو انت بقى لو عايز مسلا الكلام اللي كان ظاهر عندك ده يظهر عندك على الشاشة فممكن تختار هنا بحيس ينكتب عندك على الشاشة ممكن نختار حاجة مسلا لذيذ زي ده كده وطبعا هي هيزهر الكلام بنفس النمط ده ممكن يزهر كبير صغير هنا عندك برضو فيه هنا الفويس اللي هيينطق الكلام ممكن مسلا هنا تسمع لو ضغطت هنا ممكن نختار ده عتاك ده يبقى قويس وهنا برضو عندك بعض الحاجات اللي ممكن نعملها زي اللي هو السامبنيل انت عايز السامبنيل تكون مسلا آآ عاملة ازاي فممكن نقول له هنا ممكن برضو هنا نجي على آآ ممكن نقول مسلا نختار حاجة زي كده برضو اللي هو خاصة بان الانتقالات ممكن مسلا نعمل انتقال زي ده وبعد كده تعمل ونشوف بقى ايه الخطوة اللي بعد كده هطلع زينا ان هو هنا عمل العنوان وقالك ان المشهد هيبقى اتناشر مشهد الفيديو يعني وعمل سامري اللي هو وصف وكمان عملك هاشتاج ليه الفيديو اللي هو الحاجات المناسبة ان انت تعملها يعني لو انت هتأمل مسلا الفيديو على اليوتيوب ده اكتر حاجة تبقى مناسبة لك دي بوادر بقى الفيديو تعال نشوف كده هجايب لك طبعا هنا العنوان بشكل لزيز قوي نجي نشغل هيبدأ اعمل لك زوم هنا طبعا هتلاحز ان هو هيعمل زوم يعني هيبقى فيه حركة في الفيديو وكمان الكلام اللي انت عايز اه اللي انت كاتبه اصلا هيبدأ ان هو يتنطق بصوت بنت ازا ما حاش اختارنا فتقدر طبعا تتفرج على الفيديو تقدر تعمل تقدر تعمل دونلود ليه اللي هو الصورة المصغرة ده كله متاح من هنا فالسطوري بورد طبعا اللي هي الحاجات اللي احنا كنا عملناها اللي هو الصور منفصلة هتلاحز هنا الصورة اتناشر صورة اهو كمان جايب لك المشهد في مكتوب عشان لو انت حایب تستخدمه يعني بصراحة اما اقدم لك كل حاجة في طيب هنا لو هنعمل عايزين ده هنضغط هنا وطبعا هنجد دلوقتي باع الخطوة التانية وهي يوز ماي كونتنط طبعا ديت بيجي هنا يقول لك اعتقد انا مش عارف يعني هنا بس اقول لك حط الفين وخمسمائة حرف بس هنجرب كده ونشوف جيت هنا قلت له ان عايز قصة دراميمية لرجل يبحث عن عمل فهيبدأ دلوقتي ان هو ايه زجوب هانت وهيبدأ يكتب تفاصيل الكصة وهناخد نفس الكلام نحط للموقع ونشوفها يعملين ايه هاخد النص اللي طلع معي ده كلك وده كوبي وارجع تاني للموقع وهاجه هنا احط نص بتاع جاب بالزبط الفين وخمسمائة يعني ما عادش عندي حاجة تانية اقدر اعملها المهم هنيجي بعد كده نكمل هاختار نفس الابعاد هنا نفس البعد وهيجي هنا طبعا فيه اختار مختلف هنضغط عليه بالشكل ده بيقول لك بير ممكن اللي هو بيقول لك انت عايز تعمل كل باراجراف باراجراف لوحده انا مش هعلم عليه لانه واضح هنا ان هو بيقول لي اه ان فيه هنا يعني زيادة في النص او في البراجراف فانا هسيب الموضوع زي ما هو وبعد كده هاجه اختار مسلا الستايل اللي انا فيه مشكلة برضو ان هو اعتقد ان احنا تجاوزنا الالفين وخمسمائة فلازم نعدل ده طب لو انت عندك مشكلة زي دي هتعمل اي فيها ايه انا ممكن اخد اتكلم ده كده كوبي وارجع تاني على تشاتج بيتي واقول له لخص هذا النص لالفين وخمسمائة حرف بس يعني هقول له لخص النص لالفين وخمسمائة حرف وبعد كده هروح ضيف له النص هيبدأ ان هو يلخصه لي بالشكل ده هنا هو لخص هنا لالفين وخمسمائة يمكن اقل من الفين وخمسمائة وفعلا لما انا جيت حطيت النص لديت ان انا عندي لسه كمان تمنتاشر حرف كده ادينا تمام تعال بقى كده نعلم على دي تاني برضو هي زي ما قلنا الباراجراف زادت عن اتناشر فهنا معمول اكتر من باراجراف لانكتبنا كده كلام كتير فمش هنعتمد على دي خالص وهنختار هنا نفس اللي انا قلنا عليه وهنروح على ونشوف المرة دي هيعمل لنا ايه مبدأين كده انا حاسس كده ان فيه شغل حلو او معمول يعني تعالى كده نتفرج على الصور والراجل طبعا هنا قاعد بيدور وبعد كده هيبدأ يروح اماكن علشان خاطر يبدأ يشوف بقى الوظيفة وفي تفاصيل كده بسيطة وشكلها كمان في انترفيو يعني الستايل نفسه والحاجات الحلوة دي كلها عجباني يعني طبعا عام ستاشر مشهد لما احنا شايفين طبعا هنا قابلين ادي غلطة قابلتني الصورة طبعا ما فيش حد عنده تلات ايادي زي ما قلنا لو الصورة مش زابطة معاك ممكن تعمل هتستهلك اتنين مش مش مشكلة عشان يبقى ما عندناش اي غلطة في تصميمات بتاعتي طبعا هذا الجميل في الموضوع ان هو عامل سبات للشخصية يعني الشخصية ثابتة وده طبعا موضوع كان او مشكلة كبيرة كان بتقابلني اللي هو التناسك الشخصية اللي هي تبقى متناسكة ما ما تختلفش فاعتقد اللي ان المواقع بدأ التعالج ده نفس النظام عايز تعمل انيميت هتعمل عايز تعمل ده ونود اللي الصور هتعمل فاعتقد ان انت ممكن تمشي بنفس الخطوات ممكن المرة دي ما نعملش اي حاجة من الحاجات دي ممكن نستعين مسلا بصوت اه زكر وممكن نعمل فهيبدأ ان هو يعمل لنا الفيديو برضو بالشكل ده دي النتيجة النهائية حالك نضغط طبعا زي ما شفنا هنا النتيجة اعتقد كويسة جدا الراجل بينطل الكلام والصور بتزهر قدامه وعجبنا اول اصلا نوع التصميم ده اه طبعا هنا لو كنا عملنا كان يبقى في حركة في الصور لكن هي نفس الفكرة اللي احنا شرحتها قبل كده اه الفيديو باللغة الانجليزية لان الموقع بدعم اللغة الانجليزية لو انت بقى عايز ان انت تعمل باللغة العربية هتنترى ان انت تخش على مرحلة المونتاج وتجيب نفس النص وتعمله يعني اه تحويل من اللغة من النص من اه من النص لصوت وتعمل تعليق الصوتي باللغة العربية بعد كده تضيف المونتاج وتعمل وتزبط النصوص بتاعتك زي ما هي تعال بقى نرجع كده تاني للصفحة الرئيسية عشان نتكمل مع بعض ونشوف ايه بقى هنا تعالي نشوف هنضغط على بالشكل ده ونعمل هنجيب اي صورة بقى عندنا كده ونشوف موضوع اللي هو اللذات الخلفية مسلا عندي صورة مسلا نجيب صورة كن فيها خلفية هنروح احنا في اصلا اي صورة فيها خلفية نحاول نشيل خلفية منها ونشوف هل بيعملها فعلا كويس ولا لأ وليكن مسلا هنجيب صورة زي دي هنعمل بالشكل ده ونشوف دلوقتي هو دلوقتي بيعمل وتلقائيا هيبدأ موضوع او عملية ازالة الخلفية انا بيقول انت عايز الخلفية ايه عايزها شفافة عايز لونت انا اقول له عايزها شفافة وهو عمل فهتبدأ دلوقتي العملية بالشكل ده هتلاحز هنا هو ازالة خلفية وعلى فكرة ازالها بشكل كويس جدا ممكن برضو نغير بقى اللون بالشكل ده عشان يبني التفاصيل لما حطينا الاسمر ظهر ان الخلفية تشارل بشكل كويس واعتقد دي فرصة كويسة ان انت ممكن تعمل ازالة خلفية باستخدام الموقع ده بشكل احترافي قوي فدي كانت نتيجة رائعة اني قدر نحامل الصورة لو ضغطنا على مش حابب تحملها خلص تعال بقى نشوف المواضوع اللي بعد كده هو هندغط على وبيجي هنا بقول لك حاجة اختار صورة هدور على صورة هو طبعا بيختار هنا اللي انا لاحسه ان هو بيختار صور معينة مش اي صور بس انا جيب صورة ليا زي دي كده وعملها واشوف هيعمل فيها ايه هيبدأ دلوقتي يحامل الصورة بعد ما حامل الصورة هاجي بقى اقول له بقى ايه اعمل الصورة بتاعتي اناميت زي دي كده واعمل بعد كده اعمل ترانسفير الاول هيبدأ ان هو عملية ترانسفير قال لي هنا ترانسفير فيها دي ربما تكون الصورة ما كانتش في افضل شيء ممكن نجرب نعمل لها خلفية مسلا تكون الخلفية هيكت الاساس او المشكلة اما ان هي اصلا مفروض ان هي ملهاش خلفية فهنجرب صورة تانية تعالى نجرب صورة تانية هختار مثلا صورة ازي دي وعملها واجه تاني برضو هنا هنختار نفس الموديل ونضغط على اعتقد المرة دي العملية هتمي بنجاح ربما كان في مشكلة في الصورة اللي فاتت يمكن دي اكتر حاجة خدت وقت في التصميم ولكن هي التصميم يتحول بالشكل ده مش بالطال تقدر تعمل او ممكن تغلص طال زي ما انت عايز بعد كده خلاص ده كان استخدام مات موقع موشن استخدامات كويسة جدا طبعا احسن طبعا انشاء الكصص اعتقد انت عندك فرصة برضو ان انت تتجرب الموقع وتعمل بشغلك كويس جدا اتمنى تكون استفادت من الحلقة لو اعجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة فعز الجرس علشان نشوف كل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم